معنا من موسكو المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية إلينا سوبونينا أهلا بك سيدة سوبونينا لماذا تبدو موسكو غير قادرة على التعامل بفاعلية مع هذه المسيرات الأوكرانية؟ مرحبا بكم ولكنني لا أتفق مع هذا الطرح على أن روسيا تتعامل بفاعلية مع هذه الهجومات كما أشرتم حتى في التقرير لا يوجد أضرار كبيرة من وراء هذه الهجومات أكثرية المسيرات يتم إسقاطها قبل ما تصل لأهدافها وفي كثير من الحالات يتم تغيير مسار توجه هذه المسيرات حتى في موسكو في حي شهير موسكو سيتي وهذا في وسط المدينة حيث هناك براج سكانية ومكاتب رسالة فهناك فقط تحطمت زجاجات وشبابيك وليس أكثر من ذلك المشكلة هناك بعض الإشكاليات سيدة صوبونينا روسيا اعترفت بأن إحدى قواعدها العسكرية في شمال غرب البيراد تعرضت لهجوم بمسيرة وذلك ألحق ضررا بإحدى طائراتها يعني هناك أضرار تصيب في كثير من الأحيان أهدافها ولكن هذه الأضرار ليست كما كانت أوكرانيا أن تكون هذه الأضرار فعلى كل أن روسيا تستطيع أن تقاوم وأن تصود هذه الهجومات فلابد من اختراقات لمحاولات روسيا ولخطوط الدفاع فنعم علينا أن نعترف أن هناك مسيرات مائية وهي ضرباتها موجعة لأن هذا شيء جديد لأول مرة على فكرة هي الأزمة على المسرح الدولي لأول مرة يتم استحدام مسيرات بهذه الكمية وبهذه النوعية فنعم هي سابقة ولكن يا سيدة سوبونينا مجرد الوصول في نوفغورد هجوم نوفغورد الذي حدث بالأمس مجرد وصول هذه المسيرة إلى هذا المكان الذي يفترض أن الدفاعات الجوية تحميه ألا تعتقدين بأنه خرق أمني استطاعت كييف أن تخترقه؟ أنا أعتقد أنه للأسف الشديد هذه الخرقات لابد منها لأنه روسيا تستطيع أن تصد أكثرية هذه الهجومات ولكنها لا تستطيع أن تصد كلها روسيا صدت الهجوم المضاد الأوكراني البري ولكن الهجومات بالعمق الروسي باستخدام السيارات فبعضها أكيد ستصل لأهدافها لأنه من المستحيل على روسيا أن تصد كل هذه الهجومات وكلما تعثر الهجوم البري لدى أوكران كلما سيركزون أكثر على توجيه ضرابات في العمق الروسي طيب روسيا أيضا تهاجم مواقع أوكرانية بالمسيرات هل يمكن أن نقول بأن عنوان هذه المرحلة العسكرية هو استعمال المسيرات من كلا الطرفين؟ نعم ولكن علينا أن نعترف بأن إمكانيات روسيا هي أكبر وأكثر تنوعا لأن روسيا بنهاية تستطيع أن تقصف مواقع أوكرانية باستخدام طائرات وهذا ما ينقص الطرف الأوكراني أصلا أوكرانيين بدأوا الهجوم البري بدون الدعم الكافي من القوات الجوية وهذا كان خطأ بحسب تقديرات تكترية الخبراء العسكريين في روسيا فبهذا السبب الآن أوكرانية تحاول أن تحصل على مقاتلات F-16 فهذه ممكن أن تكون مشكلة كبيرة ولكن حتى هذا لن يغير موازين القوى حسب التقديرات الروسية لأنه روسي على كل المتفوق ولكن هناك أنباء بأن المسيرات الأوكرانية تصدت أيضا للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود لا يمكن أيضا التقليل من وزن هذه المسيرات الأوكرانية سيدة سوبوننا نحن في روسيا نعتقد بأن أوكرانيين لا يعتمدون فقط على أنفسهم فهناك اشتباهات أن أوكرانيين يحصلوا على مساعدات من قبل مستشارين غربيين في منظمة حيلب ناتو وحتى من قبل بولندا وبريطانيا وأمريكا فهم يعتمدون على هذه المساعدات وهم يعتمدون على خبرة منظمة حيلب ناتو فنعم روسيا الآن ناجحة ولكن هذه الاختراقات وهذه الهجومات هي حتى تستمر شكرا جزيلا إلينا سوبوننا المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية في موسكو شكرا جزيلا إلينا سوبوننا شكرا جزيلا إلينا شكرا جزيلا إلينا